بسم الله الرحمن الرحيم أسعد وإياكم أحبة الكرام لبيان بعض المسائل التي ينبغي للقارئ أن يتفقها لعل من أهم المسائل هي سجدة التلاوة فسجدة التلاوة مشروعة للقارئ والمستمع وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البيهقي وغيره أنه لما قرأ القارئ آية فيها سجده فلم يسجد فقال له إنما أنت بمنزلة الإمام فلو سجدت لسجدنا وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يسجد إذا سجد القارئ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة النجم فسجد يقول الراوي فسجدنا معه فهذا يدل على أن سجدة التلاوة مشروعة للقارئ والمستمع ولكن السؤال سجدة التلاوة متى يفعلها الإنسان وهل هي واجبة وما أحكامها أولا الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن سجدة التلاوة مسنونة وليست بواجبة وهذا هو المشهور من قول عمر رضي الله عنه وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية في هذا والأقرب أنها لا يجب فيها السجدة ولكن لا ينبغي للإنسان أن يدعها المسألة الثانية ماذا يقول الإنسان إذا سجد؟ الراجح والله أعلم أن كل الأحاديث الواردة في قراءة بعض ما ورد في سجود التلاوة كلها ضعيفة والمشهور هو حديث عائشة سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصر بحوله وقوة تبارك الله أحسن الخالقين وهذا الحديث رواه الحاكم وفي سنده ضعف ولهذا لو قال الإنسان هذا لا حرج ولو قال سبحان ربي الأعلى فقط لا حرج ولو قال سبحان ربي الأعلى وسبح الله بذلك كل ذلك لا حرج وعلى هذا فينبغي للإنسان أن إذا سجد أن يسبح الله سبحانه وتعالى هذا هو المقصود وما عدى ذلك فلو فعل فيما ورد من الحديث التي تكلم فيها فلحرج إن شاء الله في ذلك ومن المسائل هل سجود التلاوة تفعل حال الطهارة أم لا؟ لا شك أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقرأ أن يقرأ على طهارة لكن لا بأس أن يقرأ على غير طهارة إلا إذا كان طهارة الحدث الأكبر فإن الراجح والله أعلم أن قراءة القرآن في حدث الأكبر لا يجوز كما هو مذهب عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مذهب الجمهور لكن إذا كان في حدث أصغر فإن الأقرب والله أعلم أن ذلك لا بأس به ولكن لو أراد أن يسجد وهو على غير طهارة فهل يصح؟ الراجح والله أعلم جواز ذلك خلافا لجمهور أهل العلم وهو اختيار بن تيمية رحمه الله وهل يستقبل القبلة أم لا؟ الراجح أنه لا يجب ولكن الأفضل أن يستقبل القبلة ولكن ذلك ليس على سبيل الوجوب وهل يكبر؟ فإن كان في الجواب فإن كان في صلاة فإنه يكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورف وأما إذا كان في غير صلاة فالمشروع أنه يسجد يسجد من غير تكبير وأعلم أن الحديث الوارد في التكبير حديث ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم لأن في سند عبد الله بن عبد الله المكبر عبد الله بن عمر المكبر وهو حديث ضعيف ومن المسائل التي ينبغي للإنسان أن أفقها هي مشروعية ترديد الآية فترديد الآية فرع من فروع التدبر فينبغي للإنسان إذا قرأ الآية أن يرددها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في ليلة يقرأ آية كما جاء عن حديث عائشة وكذلك جاء من حديث أبي در ولكن لا ينبغي أن يكون ترديد الآية بمعنى أن يغير نغاماته وأن يغير مقاماته فهذا ليس المقصود بترديد الآية وإنما المقصود بترديد الآية أن يقرأها بخشوع وأن يقرأها بتأمل وأن يقرأها ليحرك بها القلوب وليس المقصود أن يتميل أو أن يقرأ بها بعض المقامات حتى يعجب الناس بصوته لا يعجبون بتأمل الآية فهذا لون وما يفعله محمد صلى الله عليه وسلم من المشروع لون آخر لعل في هذا كفاية والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر